موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة موسيقى مساعا في حركة فتح لترتيب بيتها الداخلي وتشمل المصالحة مع دحلان فهل من توجه عربي لسياغة موازين جديدة في الساحة الفلسطينية؟ موسيقى تعوت رئيس البرلمان اللبناني إلى سلة تفاهمات الانتخاب رئيس للبلاد تجدد السجال حول الأولويات فهل من فرص لتفاهم لبناني لبناني؟ موسيقى مرحبا بكم إلى جانب الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كأولوية فلسطينية يبدو أن ترتيب البيت السياسي الداخلي في حركة فتح والمصالحة الفلسطينية تشكلان أيضا أولويتين وطنيتين تقارير من غير جهة تتحدث عن مساعي لمصالحة فتحوية بين القيادي السابق محمد دحلان وقيادة الحركة برئاسة محمود عباس فهل من توجه عربي لإعادة سياغة موازين القوى في الساحة الفلسطينية؟ وهل باتت ظروف ناضجة لمصالحة داخل فتح؟ وبالتالي المصالحة مع حركة حماس؟ وهل سيعود دحلان إلى رام الله؟ مشاهدين هذا في المحور الأول للمسائية ونتابع في المحور الثاني سجال القوى السياسية اللبنانية حول أولويات حل الأزمات المتشعبة انتلاقا من فراغ الكرسي الرئاسي فهل من فرص لتفاهمة لبنانية من دون تأثيرات خارجية؟ قبل الخوض مشاهدين في تفاصيل ملفي الليلة للمسائية اسمحوا لنا نتجها وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهمي وآخر الأنباء أهلا بكم استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة معردس في ريف حما الشمالي وأوقع قتلى وجرحة في صفوف المسلحين بعد استقدام الجيش تعزيزات للمنطقة هذا وأغارت الطائرات السورية على تحركات المجموعات المسلحة ومواقعها وكالة سانة أشارت إلى أن الضربات الجوية تركزت على تجمعات المسلحين في مورك وطيبة الإمام ومحيطي قرية البويضة وبلدة سوران كشف المبعوث الأممي إلى سوريا استفان ديمستورا كشف عن مبادرة سيتم الإعلان عنها قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأسبوع وفي مؤتمر صحفي أن انتقد ديمستورا إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار دارية في ريف دمشق المبعوث الأممي أبل تخوفه من أن تصبح الاتفاقات المشابهة لاتفاق دارية الاستراتيجية المتبعة في سوريا وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف بحث مع نظره الأمريكي جون كاري لآفاق التعاون بين موسكو وواشنطن في محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا الخارجية الروسية أعلنت أن لافروف لفت إلى الانتباه مجددا إلى ضرورة الفصل بين الإرهابيين والفصائل السورية المعارضة المدعومة من واشنطن أقرت الصناعات الجوية العسكرية في إسرائيل بضياع كاملا للقمر الاصطناعي عموس ستة ووقع انفجار كبير في منصة إطلاق لشركة سبيس إكس في ولاية فلوريدا الأمريكية أثناء تجربة لإطلاق القمر الإسرائيلي الذي كان مخططا إطلاقه غدا وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن كلفة المشروع بلغت 200 مليون دولار وكان من المفترض أن يزود خدمات اتصالات للمؤسسة الأمنية وأفريقيا بخدمات الانترونيت عبر شبكة فيسبوك تعهد الرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيا فائز السراج ملاحقة فلولي داعش بعد زيارة تفقدية هي الأولى للمدينة بموازاة إعلان الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص عن تمكن القوات من اقتحام آخر معاقل داعش ووصول معركة تحرير سيرت إلى مرحلتها النهائية أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تغييرات في صفوف كبار ضباط الجيش وقادته التغييرات طالت العديد من قادة الأركان في عدد من النواحي العسكرية وسائل إعلاما جزائرية أفادت بأن التغييرات جرت بموجب مراسمة رئاسية وشملت كلا من رئيس إركان القوات البرية ونائب قائد الناحية العسكرية ورئيس إركان الناحية العسكرية الخامسة ومدير مدارس أشبال الأمة ختم الموجز شكرا للمتابعة عودا من جديد إلى ملفات المسائية وإلي كرام يتفضلي شكرا لك فتون إذن تتجه حركة فاتح نحو النظر في ملفات المفصلين عنها في السنوات الأخيرة والذين كانوا على صلة مع القيادي محمد دحلان فيما تتضارب الأنباء عن عودة دحلان نفسه إلى الحركة نتابع التفاصيل في التقرير الآتي تحاول وحركة فتح إعادة ترتيب البيت الفتحوي الداخلي مياه المصالحة الراكدة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان قد تتحرك مع قرار الحركة عودة المفصولين إليها شكلت فتح لجنة قيادية مكونة من ثلاثة أعضاء لدراسة قرار الفصل الذي شمل في السنوات الماضية عشرات القادة والمسؤولين تهمتهم الرئيسية كانت الولاء لدحلان عضو المجلس التشريعي ووزير الداخلية السابق 17 قياديا تقدموا حتى الآن إلى اللجنة بتظلمات مباشرة مطالبين بعودتهم إلى مواقعهم التنظيمية ومهماتهم التي جردوا منها وبحسب حركة فتح فإن اللجنة تدرس كل طلب على حدة وستصدر قرارات سريعة بعودة البعض منهم إلى صفوف الحركة أما عودة دحلان نفسه فتضاربت حولها الأنباء مصادر الميدين قالت إن دحلان لم يتقدم رسميا إلى اللجنة حتى الآن بطلب التظلم وأنه إذا فعل ذلك فإن اللجنة لن تمانع دراسة ملفه مرة أخرى من ناحية تنظيمية إلا أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين قال إن دحلان ليس مشمولا بقرار عودة المفصولين مشيرا إلى أن لجنة المركزية لم تحدد أو تشترط عودة أحد معين من المفصولين وأن كل من طرد أو فصل من الحركة يمكن أن يتقدم بطلب للعودة باستثناء محمد دحلان لملمة صفوف الحركة جاء بحسب مصادر للميدين بالاتفاق داخل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ولا صلط له بدغوط مصرية أو أردنية أو أمريكية المصادر أكدت أن الدافع وراء هذا القرار هو استعادة وحدة الحركة في خضم الانتخابات البلدية المزماعة في بداية تشرين الأول أكتوبر المقبل لنقاش معنا من نبلس النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور حسن خريشة كذلك ينضم إلينا من قطاع غزة المحاصر الوزيرة السابقة دكتور إبراهيم أبراش أهلا بكم وأبدأ معك دكتور خريشة ما الذي يدفع اليوم حركة فتح للتعامل مع ملف عودة المفصولين عن الحركة في غالبيتهم لهم علاقة مع القياد السابق في الحركة محمد دحلان وهل فعلا تصح الأنباء أن هذا الملف هو مقدمة لمصالحة ستتم مع الرجل بينه وبين الرئيس محمود عباس يعني أولا تحياتي لك ولضيفك الكريم وأود أن أؤكد أنه ليس معقولا أن يبكى الشعب الفلسطيني رهيني أو يعيش على أنغام الخلاف بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان أو المصالحة بين الرئيس والنائب محمد دحلان ومجموعة أخ محمد دحلان أنا أعتقد هذا شيء داخلي فتحاوي وبالتالي هؤلاء ليسوا الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني هم جزء من الشعب الفلسطيني نحن معنيين أنا من الأشخاص الذين يهتم أن تبقى حركة فتح موحدة قوية قادرة لأنه بوحدتها وقوتها أنا أعتقد هي وحدة وقوة للشعب الفلسطيني لكن بهذه الظروف أنه بين فترة وأخرى يخرج علينا البعض ليقول أنه هناك مصالحات يعني قضايا كثيرة طب في الوقت الماضي في السابق كانوا يقولوا أنه في هيئة مكافحة الفساد في القضايا الفلسطيني في قضايا مفصولين هنا في رفع الحصاني إلى آخر كل هذه الأمور وهذا الضجيج اللي يعني صم أذان الكثيرين ينتهي بطريقة أنه واحد يقدم طلب وقوله فضل أهلا وسهلا نحن مع ذلك لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن الاستخفاف بعقول الناس وأنا بتسأل السؤال لكل هؤلاء الذين اصطفوا ضد محمد دحلان أو اصطفوا مع محمد دحلان ما هو موقفكم عندما يفاجئكم محمد دحلان أو غيره من هؤلاء اللي بنتحدث عنهم أن يكونوا في رام الله وفي الصفوف القيادي التي كانوا بها قبل أن يتم الفصل نحن ندرك أن هناك أهمية لوحدة الحركة لكن كمان أنا بستغرب أن تتدخل دول عربية سواء كان مصر أو الأردن أو الإمارات أو غيرهم بهذا الشأن كنت أتمنى من هؤلاء أن يتدخلوا للدفاع عن الكدس للدفاع عن عروبة الكدس وإسلاميتها ومش فقط أن يتدخلوا من أجل مصالحة رجل برجل نائب بالمجلس التشريعي هو منتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس أيضا هو منتخب من الشعب الفلسطيني بالمناسبة الولايتين سواء كان التشريعي أو الرئاسي قد انتهت منذ زمن بعيد وبالتالي هذا شأن داخلي فتحاوي أنا أعتقد ليس مهما كثيرا أن نتحدث فيه هناك أولويات وهمات كثيرة في هذا الزمن الذي نعيش يتحدث عن المصالحات في هناك تحضير الانتخابات في هناك ليبرمن الذي يهدد باستخدام العصى والجزرة للشعب الفلسطيني هناك نتنياهو الذي يتحدى كل العالم في قضية الاستيطان وغيرها وهناك أيضا هناك جهود كثيرة تبذل من أجل عقد لقاء قمة ما بين الرئيس ورئيس محمود عباس ونتنياهو في ظل ظروف أنا أعتقد يعني خلينا نقول أنه لا يوجد هناك أي حال من الأحوال لا منفاوضات ولا لقاءات طيب دكتور خريشا ما الذي تريد أن تقوله لنا ونفصل على الشروط والاجتراطات الفلسطينية التي تحدث عنها بشكل دائم طيب ما الذي تريد أن تقوله لنا تحديدا من يعني من واحد ما طرحته الآن نتحدث عن ملفها يعني ترميم البيت الداخلي لحركة فتح وهي بطبيعة الحال في مقدمة السلطة تقود بطبيعة الحال حاليا وبالتالي قوتها يعني يفترض أن نتحدث عن خط أقوى في التعامل مع كل هذه التحديات صحيح أنت تتحدث الآن عن أنه تم تعويم هذا الملف وطرحه على أولوية في حركة فتح من ضغوط خارجية فقط وضح لنا هذه النقطة يعني أنا أعتقد أن هناك ضغوط تمارس أو وساطات دعينا نقوله حتى نخفف اللغة هناك وساطات مصرية أردنية إماراتية بهذا الشأن وبعض الشخصيات الأخرى التي دخلت على خط والبعض يقول أن هناك أمريكي يبدو أن هناك في محاولات من الإقليم أو من الداخل الفلسطيني ترتيب لأوضاع الداخلية الفلسطينية استعدادا لمرحلة يعني ما بعد الرئيس محمود عباس وأنا بقول بشكل واضح أن كل هذا هو شأن داخلي فتحاوي لأنه بالنهاية ما بعد الرئيس محمود عباس أنا بأعتقد لن يأتي أحد إلى هذه السلطة إلا إذا كان منتقبا انتخابا ديمقراطيا عبر صندوق الاقتراع وبالتالي لا أحد يستطيع أن يفرض هذا أو ذاك لكنك تربط بطبيعة الحال لو سمحت لي دكتور خريشة وتربط أن هذا الملف ملف الترتيب بالوضع الداخلي لحركة فتح هذه النظر بالنسبة للمفصولين هو مربوط بطبيعة الحال بمصالحة قد تتم أو بإعادة أيضا محمد دحلان القياد السابق في حركة فتح دعني أنقل هذه النقاط إليك معالي الوزير دكتور إبراهيم إبراش ترى الموضوع بهذا الإطار نحن نتحدث بالفعل عن فتح ملف لإعادة المفصولين بعض المفصولين في حركة فتح مقدم من خارج الحركة مضغوط أو يعني موضوع بالنسبة لحركة فتح ترى بهذا الشكل التوقيت لافت لماذا الآن؟ انتحياتي لك والمشاهدين والدكتور حسن يمكن اتفق أنا بجزء مما ذكره دكتور حسن أنه فيه هناك يعني تضخيم حقيقة صار تضخيم للخلاف ما باي في داخل فتح ما بين الرئيس أبو مازن ومحمد دحلان وهذا التضخيم حقيقي يعني بحطه في نفس سياق التضخيم أو الخلاف المقسام الداخلي ما بين فتح وحماس يعني وكأن هناك من يعمل على تضخيم الانقسام الفلسطيني الخلافات الفلسطينية الداخلية لنبقى في هذا الوضع حقيقة من هذا الوضع من الانشغال بمشاكلنا الداخلية خلافاتنا الداخلية وننسى القضية الأساسية وهذا الانشغالات يعني الخلافات موجودة ولكن تضخم إسرائيل من جانب أطراف إقليمية عربية وغير عربية من جانب الثاني يتدخل الغرب يتدخلوا هذا في إطار استراتيج إلهاء إلهاءنا بشاكلنا الداخلية واستطاعوا بالفعل يعني في ظل هذا الخضب إننا عشر سنين وإحنا متكلم عن مصالح تفتح حماس وعلى الانقسام وشوفي وين وصل الموضوع الحين في داخل حركة فتح طيب انقسام في داخل فتح طيب وتوحيد فتح يعني وكأنه ما إننا عشر سنين كانوا ما فينا قضية إلا نحل خلافاتنا الداخلية اللي كل يوم قاعدين بصنعوها أو بضخموها طيب لا بشك ولكن أنا أقول إنه الخلاف أو الداخل حركة فتح هو شان فتحاوي داخلي ولكن أمر خطير جدا لماذا لأنه عندما نتكلم عن حركة فتح نتكلم عن منظمة التحرير العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية نتكلم عن السلطة الوطنية الفلسطينية نتكلم عن الحكومة فتفتح كل هذه هياكل والكيانات تضعف وبالتالي يصبح تقوي تفتح باعتبارها عنوال المشروع الوطن الفلسطيني واستنهاضها مجددا ضروري الاستنهاض منظمة التحرير الفلسطينية دعني ألتقد هذه النقطة دكتور أبراش فعلا يضخم يعني هذا الخلاف يضخم نحن نتحدث عن أزمة ممتدة متفاعلة لسنوات يعني رئيس محمود عباس وجهت اتهامات عالية المستوى للقياد السابق محمد دحلان وصلت إلى مرحلة التخويل والإشراك المحل لأنه شارك في مقتل الرئيس ياسر عرفات الموضوع أخذ بعد أيضا بمقابل دحلان بأنه هدد بملفات أخرى لعلاقة بالسلطة الموضوع كبير ويتم الحديث عن أنه في أطراف خارجية تعمل وضيفنا من نابلس قال لا الموضوع له علاقة في ترتيب الشكل ما بعد الرئيس محمود عباس لذلك إعطاء البعد بأنه يتم تضخيمه قد لا يكون منطقيا أليس كذلك وطرحه الآن بهذا التوقيت بالتزامن مع الانتخابات البلدية يشي فيما بعد هذه الانتخابات أم أنه محصور بهذه النقطة بالتأكيد الموضوع مرتبط أولا بالانتخابات أنه فيه انتخابات محلية وبالتالي بشعر سواء أنصار محمد دحلان أو الرئيس وفتح المركزي بشعر أنه فيه خطر ويهدد الطرفين وهو حركة حماس في حال إذا ما فازت في هذا الأمر ولكن في نفس الوقت أنا أتسأل أحيانا ما هي نقاط الخلاف بين رئيس سيد الرئيس أبو مازن وبين محمد دحلان وجماعته أتسأل ما هي نقاط الخلاف لا يوجد حقيقة حقيقة وعجلنا عندما قلت أنا أضخم لا يوجد للرئيس أبو مازن خط ونهج سياسي يختلف عن خط ونهج محمد دحلان صحيح كلهم من مدرسة واحدة إذا سياسيا مش مختلفين طيب على ماذا مختلفين وهذا أنا كثير أتسأل وكتبت كثير حال الموضوع في قضايا غامضة وعجلنا نقول هناك من يضخم والذين يضخموا ليس فقط أطراف خارجية معانية باستمرار القسام ولكن أطراف من داخل حركة فتح لأن هذا الاستمرار هذا الخلاف للأسف سمح للبعض بعض المتسلقين والانتهازيين أنهم يستغلوا هذا الانقسام ويصعدوا دعني أنطل هذه النقطة لضيفنا نحن نستطيع أن نواجه دحلان يتقرب دحلان يقول له نحن نستطيع أن ندعمك في مواجهة الرئيس وبالتالي صارت هذه المشكلة ولكن السبب الأساسي الجوهر أنا أعتقد لا يستحق كل هذا الخلاف ولذلك أنا قلت التضخيم لأنه لا توجد خلافات أساسية أفهم خلافات من فتح حماس نسبيا أفهمها في أيديولوجيات مختلفة في علاقات خارجية ولكن في داخل البيت الفتحاوي لا في تضخيم لهذا الخلاف لداخل البيت الفتحاوي هذه نقطة جديرة بالنقاش وطرحت العديد من النقاط المهمة سأنقلها لضيفنا بطبيعة الحال من نابلس لكن التقرير المقبل يساعدنا أكثر وضيفينا ومشاهدينا في فرد أرضية للنقاش أوسع إذن مشاهدينا المسالحة بين المتخاصمين في فتح جاءت على إثري لقاء الرئيس المصري مع الملك الأردني الأمر الذي يشي برغبة إقليمية في ترتيب البيت الفتحاوي قبل الانتخابات الرئاسية التي ستعقب الانتخابات البلدية فجأة هدأت الأجواء الفتحوية وتوقفت المناكفات الإعلامية والاتهامات العلنية لم يعد أبناء الحركة الواحدة خصما كانت معركة لا ربح فيها بين واحد من المؤسسين الرئيس محمود عباس وتياره وبين القيادي البارز محمد دحلان بن الجيل الثالث وتياره أدت إلى فصل دحلان وعدد من مناصريه من فتح عاد عدد منهم في الأيام الماضية إلى رمالله صراع الأجيال حمل في طياته تنازع أجندات إقليمية ودولية الأهم فيها ما تم تسريبه في الأيام الأخيرة ولسيما عند استقبال الرئيس المصري عبد الفتح السيسي ملك الأردن عبدالله الثاني الزعيمان نقشا القضية الفلسطينية وضمنها المصالحة الفتحوية بعدها بدأت ضغوط على جميع الأطراف شارك فيها شخصية سعودية وإماراتية ما يهم المعتدلين الإقليميين توحد فتح قبل الانتخابات المحلية في أكتوبر تشرين الأول المقبل ولسيما أنه ستتبع الانتخابات البلدية انتخابات رئاسية وتشريعية إذا تمت المصالحة الفتحوية حقا فهذا سيعجل بنعقاد مؤتمر فتح السابع في الأشهر المقبلة لكن هناك بعض العوائق أمام عودة المياه إلى مجاريها وأهمها أن هناك قضايا مرفوعة ضد دحلان في الضفة والمسألة القانونية ربما تكون مرهقة قبل الشروع في توحد الجسم الفتحوي أما أخطر المسائل فهي إقناع الشارع الفلسطيني بأن الاتهامات المتبادلة انتهت ونسيها الجميع قصوصا وأن تهمان ساقها المتخاصمون تطال الأمور الشخصية للرئيس عباس ولمحمد دحلان لم يغب العامل الإسرائيلي عن هذه القضية فالإسرائيليون أول من سرب المعلومات لا بل إن صحيفة معاريف ذهبت إلى حد القول إن ما يحصل هو تمهيد الطريق أمام دحلان ليكون خليفة عباس نعود إلى ضيفينا وعود بواشرة إليك دكتور خريشة طرح الكثير من النقاط ضيفنا من قطاع غزة المحاصر بما معنى أنه أين تكون أو يمكن أن نرصد نقاط الخلاف بين الرجلين كلاهما من نفس المدرسة حتى أن دحلان شارك وكان أصغر المفاوضين بملاع علاقة بأوسلو وكأن الموضوع في تطخيم أو في عمل من داخل حركة فتح وكأن الرفض أيضا من داخل حركة فتح لدحلان لأنه يعد لما بعد الرئيس محمود عباس ما رأيك؟ يعني رأيي أنا أتفك مع الدكتور إبراهيم أولا سيد محمد دحلان كان صديقا حميما للرئيس محمود عباس صحيح والرئيس محمود عباس هو الذي أصر أن يكون محمد دحلان وزيرا للأمن الداخلي في حكومته أثناء وجود الرئيس الشهيد ياسع عرفات هذا أولا ثانيا محمد دحلان شريك بالمفاوضات لا يختلف سياسيا عن الرئيس محمود عباس هو يرى في المفاوضات طريقا وحيدا لتحقيق بعض حقوق الشعب الفلسطيني أيضا هم شركاء في حركة في مؤتمر السادس الذي عقد وتم انتخابه يعني بهذا الشكل أيضا هم شركاء في كل الأمور السلطوية بهذه السلطة وبالتالي أنا أعتقد كل الذي جرى هو تضخيم كما قال أخي دكتور إبراهيم وبنفس الوقت لم يربع أحد يعني الرجلين سواء كان الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للسلطة ورئيسا لحركة فتح هو خسر وخسر محمد دحلان باعتباره عضوا في اللجنة المركزية لفتح مفصولا الآن وأيضا هو نائب في المجلس التشريعي الجميع خسر وأنا أعتقد الذي ربح بهذا الموضوع هم أعداء حركة فتح هم الاحتلال هم آخرين كثر وبالتالي أنا أعتقد فيه حدا مستفيد من استمرار هذه الحالة رفع الحصاني عن محمد دحلان وأنا أدرك تماما أنه هذه ليست من صلاحيات الرئيس محمود عباس باعتبار محمد دحلان يعني هناك إجراءات حقيقية كيف تتم رفع الحصاني وبالتالي ومع ذلك ذهبوا إلى المحكمة أنا بقول بشكل واضح أنه هناك داخل حركة فتح دائما كان تاريخيا صراعات واستصدعات بدأت في مش بالأربعة وسبعين بس وأيضا بالاثنين وتمانين وبعدها لحك الكثيرين هذه المرة أنا بعتقد كان محمد دحلان أذكى الجميع بمعنى أنه لم يريد أن يسجل نفسه أنه ينشق عن حركة فتح بقي يقول أنه فتحاويا حتى اللحظة هذه وبالتالي هو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني أنا بعتقد أنه بالنهاية تدخل الإقليم العربي هو شكل أشكال ترتيب الأمور لما بعد الرئيس محمود عباس وداخليا يجري الحديث بشكل واضح في أرويقتهم بين أعضاء اللجنة المركزية لفتح أعضاء اللجنة التنفيذية في الشائع الفلسطيني بين القيادات عن من هو خليفة الرئيس محمود عباس بعضهم يقول مروان برغوثي وهو قالها دحلان عذرا دكتور خريشا نعم وبالتالي يعمل لذلك حتى قالها سيد محمد دحلان بالعودة إلى قطاع غزة إليك دكتور إبراهيم أبراش أنه يدعم أن يكون مروان برغوثي مرشحا لانتخابات الرئاسية وفيه نوع أيضا من يعني الاستمرار عدم الاتفاق السياسي وإن كان هناك اتفاق في المدرسة أو النهج السياسي لدحلان وعباس واليوم ما هي فرص بالفعل أن تطرح أو تأخذ هذه المصالحة مجرى بالفعل إتمامها خصوصا أنه في العام الماضي كان هناك محاولة أو قيل أنه في عمل محاولة لمصالحة بين الرجلين كيف يمكن أن نتحدث أنه هذه المرة يمكن أن تنجح الذي سينجحها ليست التدخلات العربية الذي سينجحها هو إحساس أبناء فتح بأنه لا بد من أن تتوحد فتح هذا زمن الوطنية الفلسطينية بعدما رأينا ما يجري في العالم العربي من حولنا وما يجري الأيديولوجيات الأخرى هذا زمن استنهاض الحالة الوطنية لا يمكن أن تستنهض منظمة التحرير بدون استنهاض حركة فتح هذا من جانب في نفس الوقت لا يمكن أن تنجح المصالحة الشمولية إذا لم تحدث مصالحة داخل حركة فتح إذن مصالحة داخل حركة فتح هي الأساس إحساس أبناء فتح وهذا ما لاحظناه مثلا خلال مرحلة يعني الشهر الأخير عندما بدأ الحديث عن انتخابات محلية والاستعداد لخوض هذه الانتخابات الفتحاويون إن صح التعبير في الشارع توحدوا جميعا هناك انسجام ما يؤكد أنه لا توجد خلاف استراتيجي خلافات كبيرة بين أبناء فتح الخلافات الموجودة لها علاقة بعمليات الفصل وبقطع الراتب التي هي في نظري أخطر قطع رواتب وهنا عندما قلت هناك بعض الأطراف تدخلت لتضقم العلاق وتسيب العلاقة بين الطرفين أنا لا أساوي بين الطرفين الرئيس أبو مازن هو الرئيس الشعب الفلسطيني المنتخب وهو مصدر ومركز الشرعية ولكن في نفس الوقت محمد دحلان نائب وأيضا هو قيادي في حركة فتح وله أنصار بهذا الحجب أو ذاك الحجب وبالتالي ليس في نفس المستوى ولكن لا أستطيع أن أتجاهل ما يملك محمد دحلان سواء في داخل قطاع غزة أو خارج قطاع غزة بالإضافة لتدخلات الخارجية إذن الذي سينجح عود المصالحة هو هذا الإحساس الفتحاوي والإحساس الوطني أيضا عنده حتى فصائل أخرى في داخل منظمة التحرير ضرورة أن نحل هذا الملف يكفي توضيف لهذا الملف هذه نقطة مهمة في نقطتين أشكرك لإطارتهما وأناقشك فيهما لو سمحت أولا تتحدث عن القياد عن المقربين والذين من أنصار محمد دحلان في حركة فتح ما الذي سيدفعهم للعمل أو هل من الممكن أن يعملون في حركة فتح إذا ما عادوا تحت قيادة محمود عباس الرئيس الفلسطيني ونقطة الأخرى المعلقة التي لها علاقة بدحلان يعني الرجل ليس في مشكلة أنه نفصل من حركة فتح أو موضوع رواتف الرجل عليه قضايا كيف سيتم التعامل معها مرفوع قضايا بحقه أولا بالنسبة لأنصار محمد دحلان قبل أن يكون أنصار محمد دحلان هم أبناء حركة فتح وكما قل لا يوجد لم يطرح لم يقدم له مثل محمد دحلان برنامج سياسي استراتيجي أو أيديولوجي يختلف عن برنامج الرئيس إذن هي خلافات إذا حسمت حسمت الخلاف بين الرئيس أبو مازل وبين محمد دحلان تنتهي كل الخلافات الأخرى يعني إذا عاد محمد دحلان الكل خلص يصبح جزء من الشرعية الفلسطينية التي عنوانها الرئيس أبو مازل لأنه بالأساس فيش خلافات كبيرة كبيرة بالأثنين إذن هذا هي الخلافات لا فيها يعني فيها نوع من التضخين أما القضية أنه يعني قضايا الرواتب أو غيرها من الأمور لا هذه أمور أنا أعتقد لأنها مست الحياة اليومية للمواطنين هذه الخطورة مست الحياة اليومية للمواطنين قضايا الملفات القضائية أنا أعتقد موجود مطروحة وسمعت مرة يعني عبر الفضائيات محمد أحلان قال أنا مستعد أن أعود إذا ضمنت أن هناك محاكمة عادلة لهذا الموضوع وهذه القضايا المطروحة ليست يعني القضايا الذات طابع مالي يعني في غالبيتها أو كلها ليست بتلك الضخامة يعني ليست بتلك الضخامة التي تكون سببا يعني بحيث أنه والله عليه قضايا ملفات عند المحاكم إلى علاقة بقضايا مالية أو مثلا لتكون سبب في تقسيم حركة فتح وبالتالي في إضعاف النظام السياسي الفلسطيني ونثدأ لا الأمور ما نعطيها بس بهذا الطابع أنه في خلافات وهنا أيضا القضاء الفلسطيني ربما أيضا يعني تحت يعني محاكم مهم لأنه في لحظة يقال أن القضاء مسيس إذا تم التعامل مع هذه القضايا بدون أن يكون فيها نظر وأخذت وقت وترك للقضاء يعني أن يعمل بأرياحية بهذه النقطة دعنا نعود دؤياك للدكتور خريشة ونعتذر اللي طالة كان في مشكلة تقنية تم معالجتها بالصوت دكتور خريشة يقول ضيفنا من غزة أن الموضوع له علاقة هذه المرة بإنجاح وأتمام المصالحة داخل حركة فتح بأنه في عامل داخلي بإحساس وطني عالي بعيدا عن الضغوط الخارجية لا أدري إذا كنت تتفق مع ذلك وإلى أي حد تؤسس المصالحة في حركة فتح وترتيب البيت الفتحاوي على أن يندرج ذلك على المصالحة الأهم والأعام ألا وهو البيت الفلسطيني بين فتح وحماس أتمنى أن يكون الأمر كذلك لكن أنا أعتقد كمان أن المصالحة الداخلية داخل حركة فتح ممر إجباري للوصول إلى حالة إنهاء الإنكسام الفلسطيني بشكل عام لكن هذا الأمر بقرار أو بإرادة داخلية فلسطينية لأنه بالأمس القريب حتى الأمس القريب كنا نستمع إلى ردح إعلامي بين كل الأطراف كل يخرج إلى الإعلام ويتحدث بطريقة التي لا نريدها ثانيا أنا أعتقد هناك أطراف فلسطينية كثيرة قسم منهم يتحدث بلسانين بلغتين اللغة الأولى يذهب إلى محمد أحلام في الإمارات ليجتمعوا معها وبنفس الوقت هؤلاء نفس الأشخاص يذهبوا للرئيس محمود عباس لتغذيته ضد محمد دحلان لم يكن في الساحة الفتحاوية تحديدا صوتا عاقلا واحدا يتحدث عن ضرورة رأب الصدع أنا بقول باعتباري نائب رئيس المجلس التشريعي المعطل والغائب صحيح أنه لا يحق لأحد الطعن بحصانة سين أوصاد من الناس إلا وفقا للقانون لكن هذه الإجراءات لم تتبع والسؤال الآخر لهؤلاء الذين تحدثوا كثيرا عن محمد دحلان وشتائم التي لحقت بمحمد دحلان وغيره الآن بيوم ليلي بدك تروح بدنشوف وجوه هؤلاء عندما يأتي محمد دحلان إلى رمضة مثلا أو يلتقوا به ماذا سيقول له وهم الذين قالوا به أكثر مما قال مالك بن خمر هذا واحد مهم الجانب الآخر الرئيس محمود عباس هو رئيس للشرعية الفلسطينية هو رئيس الشعب الفلسطيني وبالتالي لا يعقل أن يخاصم أحدا وثاني يوم نلتقي كل الملفات هناك أبو شاكر رفيق النتشي هيئة مكابعة الفساد الذي يصر ويقول أنه ما زالت لديه قضايا ضد محمد أعلان ثانيا هناك القضاء الفلسطيني اللي ما زال يقول وهناك أيضا أمور كيدية دخلت بالساحة الفلسطينية أن يجلسوا في بيوتهم ويتقاضوا رواتب ومن ثم بعد ذلك رأينا الكثيرين مما يكتبوا تقارير كيدية ضد زملائهم ضد أصدقائهم ضد إخوانهم من أجل قطع رواتبهم الآن أنا أعتقد أنا أتمنى أن تكون هذه المصالحة هي نهاية مرحلة في حياة شعبنا وأن لا نعود مرة أخرى عندما نختلف يجب أن نختلف بالسياسي بالأخلاق وأن نحافظ على أخلاقنا حتى أثناء خلافنا نحط كل بضاطنا بسلي واحدة وبعد ذلك نشوف الإقليم يعني دعيني أقول بشكل واضح هؤلاء أشقائنا العرب اللي بيشوفوا فقط بدهم كيف يسوي قوسين أو صاد من الناس لأنه الحقيقة سمعنا قبل ذلك تصريحات من ليبرمن أنه بدي يعزل السلطة بدي يهد السلطة بدي يستعمل العصر والجزرة بدي يتعامل مع من يشاء وبالتالي أنا من حقي كمواطن ونائب أن أطرح علامة السؤال لماذا الآن لماذا الآن وبالتالي وقد بدأنا بالسؤال لماذا الآن دكتور فريشة من أشقائنا في مصر والأردن والإمارات وأيضا من الرئيس محمود عباس كلها أحيلها إليك بشكل سريع دكتور إبراهيم براش مضاف إليها بأن الوقت الآن وقت انتخابات وربما كما قال ضيفنا في تسويق لسين من الناس نقلا حرفا عنه حرفيا يعني التوقيت بالعبدور وقت انتخابات معنا الموقف من الانتخابات وأعتقد أنها ربما لا تجرى في موعدها لأنه صار فيه تدخلات خارجية وحسابات متعددة وخرجت الانتخابات حقيقة عن سياقها الوطني والديمقراطي أصبحت دخلت فيه متاهات وحسابات أخرى ولكن لأن هناك احتمال أن تستمر وبالتالي لا فيه تقارب وأنا يعني من خلال ملامسة لكثير من الناس باعتبار عملي في الجامعة ومثقفين وأكاديميين الناس من فتح حماس فتح يعني تبعيل دحلان أو تبعيل رئيس ما في الشهد هذه الخلافات الكبيرة البعض فقط أنهم يعني مع محمد دحلان لأنه في تهميش إلهم يعني كفتح غزة أو تهميش لقطاع غزة بهكذا ينظروا ولو قاطعت لأن الوقت سينتهي دكتور براش ولا ولا مطروح إذا بالفعل يتم العمل على رؤية من خارج من الخارج من سيقود السلطة ولا في همومها كل هذه تفاصيل المهمة للشعب الفلسطيني ما يتم الحديث عنه والعمل عليه هو أن يكون هناك شخص ما بعد محمود عباس يلتقي وإياه ربما في المدرسة والفكر ويرتب الوضع بهذا الشكل هنا الخطورة وهو ما يتم السؤال عنه مع أهمية كل الوجع الفلسطيني وما يريده إذا كان من الخارج لا يعولون على هذه النقاط ولا يفكرون فيها بالتأكيد بالتأكيد الآن نحن في عالم العربية تصنع القيادات ليس في العالم العربي القيادات تصنع شوف المؤتمرات التي تعقد في جونيف في الرياضة بالنسبة لليب للاسوريا لليمن في عملية صناعة ولكن أنا أراهن أنه لا في فعل مستوى الوطن الفلسطيني أنه لا في إحساس بالمسؤولية أكثر لا يمكن أن يفرض علينا رئيس في المحصلة صناديق الانتخابات هي اللي بدأ تفرز هي اللي بتفرز في ظل الظروف الحالية لن يكون أشكرك من نفس المدرسة مدرسة التسوية السياسية والحل السلمي وخيار حل الدولتين ليس خارج ذلك أشكرك بس في أيضا حسابات خاصة إلى علاقة بالأردن ومصر هل الرئيس بدي يكون من الضفة الغربية أو من قطاع غزة هذه ربما أحيانا تلعب دورا في تحديد من هو الرئيس القادم دكتور إبراهيم براش الوزير السابق كنت معنا مباشرة من قطاع غزة المحاصر شكرا جزيلا لك دكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني كنت معنا مباشرة من نابلس أيضا شكرا جزيلا لك المسائية متواصلة ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى التفاهم على مجموعة قضايا تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد ومنها قانون الانتخاب وكيفية تشكيل الحكومة وفي مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر طالب بري بسلة متكاملة لوقف العبث السياسي إنني أشدد على هذا الأمر والتي شكلت أساس الدعوة لطاولة الحوار الوطني والتي أرى لتسهيل تحقيق طلب لأهدافها إنجاز جملة تفاهمات جملة تفاهمات بالحوار الأخير حوار تلت أيام علمتين يوم تقريبا اتفقنا تالي ترام وقبل صياحة ديك كان طاير تاني يوم منها قانون الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة مش معناه طبعا نشكل حكومي هلأ ونعمل آنون قبل ما ينخب رئيس أنا بزعم أنه تذليلا للعقبات التي تؤخر انتخاب رئيس جمهورية أكره لابد من التفاهم على قانون انتخابات وعلى تشكل الحكومة مما يتيح لنا انتخاب الرئيس حتما وبدون ذلك عبطا تتعدد المبادرات والجمود السياسي في لبنان واحد ذهبت معظم التحليلات في الصحافة اللبنانية إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري غمز من قناة تيار المستقبل عندما طالب بضرورة وقف الدلع السياسي كي يصبح العبور إلى الدولة ممكنا ذهبت تحليلات أخرى إلى أن المقصود بنقد بري المبطن هو التيار الوطني الحر أيا كان الطرف المقصود بغمز رئيس البرلمان فإن مبادرته للحل تشمل الجميع طرح رئيس حركة أمل مقترحه لتجاوز الأزمة الدستورية اللبنانية عبر سلة خطوات تبدأ بالاتفاق على قانون انتخابات ثم تشكيل حكومة ليصار بعدها إلى انتخاب رئيس للجمهورية لم ينتظر تيار المستقبل طويلا حتى يعلن رفضه مبادرة بري ولا يزال التيار مصرا على أن الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل أي إجراء دستوري آخر رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السانيورة حمل في تصريحات صحفية حزب الله وإيران مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي وعليه فإن إيران وفق السانيورة تتعامل مع الرئاسة اللبنانية كورقة تعود عليها بمكاسب إقليمية وتاليا يرجح السانيورة أن حل هذه الأزمة اللبنانية ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في المقلب الآخر أبلغ التيار الوطني الحر بري قبل خطابه الأخير موافقته على قانون انتخابي مختلط يقوم على انتخاب نصف النواب عبر النسبية والنصف الآخر عبر الأكثرية لكن ليست تلك عقدة التيار تجاه الأزمة فهو يذهب بعيدا في خشيته على مثاقية الرئيس المقبل وهي تتكون من قوة تمثيل الرئيس المقبل بين مسيحي لبنان وقدرته على التواصل مع الجميع وهو ما يطالب التيار به قبل الحديث في مبادرة بري هنا يبرز سؤال أساسي عن موقف حزب الله من هذا التباين بين حليفيه بري وعون فالحزب لا يزال مصرا على ترشيح عون لمنصب رئيس الجمهورية وفي الخامس من أيلول سبتمبر المقبل جلسة حوار جديدة في قصر الرئاسة الثانية بري دعا اللبنانيين في خطابه الأخير إلى حل مشاكلهم والاتعاذ بما يجري حولهم يدرك الجميع أن المسألة اللبنانية مرتبطة بالمسائل الإقليمية وهو ما يفسر على الأرجح حتى اليوم استمرارها بزخم أكبر معنا هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي سيد المون صعب مرحبا بك دعني أبدأ بما طرح بالأمس من الرئيس نبيه بري إن كان مجموعة الرسائل والمبادرة تلك السلة التي طرحها الرسائل كثيرة ولكنها لم تكن واضحة وتلاقفتها أيضا الأطراف قدفتها على بعض الأطراف اللبنانية أنت كيف تفهمها وكيف ترى التوقيت الذي يتم طرح فيه مثل هكذا سلة أعتقد أن الرئيس بري رجل حكيم والعبارة التي استعملها يعني هي واضحة جدا استعمل الدلع السياسي وهذه المرة الأولى يستعمل هذا يعني هذا التعبير بالسياسة اللبنانية وكلمة الدلع هي التي أثارت أثارت التباين بالمواقف وكل طرف أعتبر حاله غير معني بالدلع مثل تيار المستقبل والتيار الوطن الحر الواقع الرئيس بري عنا بالدلع السياسي هو يجب قال للأطراف للأطراف صوصا لذيار المستقبل أنكم زدوها بالاعتماد على الخارج في تقرير أمور داخلية وتأخير انتخاب رئيس جمهورية أكثر من سنتين هذا أمر غير مقبول يعني هو لا يستطيع أن ينسى نفسه وهو يلقي خطابا في ذكرى تغييب الإمام الصدر 38 سنة على تغييبه أنه هو رئيس السلطة الاشتراعية وأنه هو مطلوب منه هو مسؤول هو يقول للأخرين أن هذا الدلع الدلع يعني هو نقيد المسؤولية نقيد المسؤولية ونقيد الواجب الوطني ولماذا يجب أن تطال حركة طال تيار المستقبل هذه التوصيف دون عن باقي الأطراف طالما يتحدث عن إمكانية العبور إلى الدولة هو بالضبط لم يوضح أكثر يعني لم يقصد بالدرجة الأولى طيار المستقبل يعني يستفرده لكن هو يعرف أن طيار المستقبل هو الطرف الأساسي الذي يخضع للإملاءات الخارجية في تأخير انتخاب رئيسي الجمهورية للسبب يعني اليوم إذا بكرنا بلنقول أنه نحن أنه هذا نظام نظام لبناني قائم على على أمرين قائم أمرين أولاً ممنوع على اللبنانيين أن يحكموا أنفسهم تانياً الحكم في لبنان لمن يدفع أكثر اليوم نحن في أزمة كبيرة من نسبة الانتخاب الرئيسي الجمهورية لأن السعودية أنفقت ثلاث مليارات دولار على انتخابات 2009 التي جاء بهذا المجلس النيابي وهي ليست أزمة انفاق بطبيعة الحال مادة حتى على موضوع الانتخابات قبل أن نوسع أكثر ونأخذ بعض ردود الفعل بشكل سريع أنه لماذا يتم طرح الآن مبادرة بهذا الشكل في سلة كاملة متكاملة طالما تقول أنه الرئيس بري يرى أنه في تيار المستقبل تدبع لإملاءات خارجية ما قيمة أصلا مثل هكذا سلة لأن الرئيس بري يعني ينظر إلى أزمة مقبلة ممكن تضع البلاد على حفة الهاوية هي أنه بعد شهرين أو أكثر أقل يجب أن يبت أمر ميس النواب من نسبة إلى التمديد هل يترى هناك تمديد ثالث ومرفوض من أكسرية النواب وأكسرية القوى السياسية أو نذهب إلى انتخابات في شهر أيار ونحن اليوم هنا اللجنة المكلفة درس دراس دراسة أنون الانتخاب لم تتفق إلى الآن على أنون يحقق التمسيل الصحيح لكل الفئات وهذه نقطة مهمة وفي مشكلة أولويات مطروحة الآن تبقى معنا ونرصد بعض ردود الفعل إذن رأى النائب اللبناني عن كتلة المستقبل أحمد فتفت أن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق على قانون للانتخابات والحكومة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد يشكل إلغاء لدور البرومان وفي خلال برنامج آخر طبعا على شاشة الميادين أكد فتفت أن تيار المستقبل لا ينتخب الجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية دون أن يعني ذلك وجود فيتو ضده نعتقد أن المدخل يكون بانتخاب رئيس جمهورية وبعد ذلك البحث بالأمور التشريعية ودور الحكومة مع الرئيس ومع المجلس النيابي وإلا ماذا نفعل نحن نلغي دور المجلس النيابي أنا بصراحة لم أستوعب كنائب كعضو في مكتب المجلس أن يقوم رئيس المجلس بطرح يؤدي إلى إلغاء دور المجلس النيابي في الأزمة السياسية الراهنة ويستبدله بتفاهمات عليا تجري على مستوى طاولة حوار تشكلت بشكل غير دستوري نعم هي نابعة من الأزمة السياسية ولكن غير دستوري والاتفاق كان في البداية أن نبحث بموضوع رئاسة الجمهورية ونحل هذه المشكلة ثم نذهب إلى النقاط الأخرى وحول قانون الانتخابات قال فتفت أن تيار المستقبل يرفض أي قانون على أساس النسبية أفقا للدوائر الموسعة موضوع النسبية الكاملة هي المرفوضة وأشرح لماذا سألتني لماذا نرفض نحن نرفض النسبية الكاملة لأن هناك مناطق لبنانية لا يمكن أن يكون فيها انتخابات ديمقراطية لأن هناك سيطرة بالسلاع عليها من قبل حزب الله في الجنوب وفي البقاع ويجري التصويت فيها بنسبة 97 أو 99% فما معنى النسبية عند إذن ما يقول لنا حزب الله عندما يطالب بالنسبية الكاملة أنه في مناطقه سيأخذ كل شيء وفي مناطقه وشريكنا أن يكون لنا ما لي لي وما لكم لي ولكم هنا تكمن المشكلة في النسبية طالما هناك سلاع غير شرعي في البلد لا يمكن أن نتقدم ديمقراطيا نعود مجددا إليك سيد أدوان صعب في نقطة أريد منك أن تساعدنا في فهمها عندما يتحدث نائب فتفة عن أنه طرح الرئيس بري وكانه فيه إلغاء لدور المجلس التشريعي واستبدال هذا الدور بما له علاقة بتفاهمات أو جلسات حوار كيف يمكن يعني فهم أو تفسر لنا هذه الجزئية يعني التيار المستقبل يهرب إلى الأمام من موضوع المشاركة يعني هو يطرح الأخضاء قضية خصوصا عندما يتحدث عن الانتخابات عنوان الانتخاب كأن المعركة هي بين تيار المستقبل وحزب الله وكأنه ليس هناك شريك بسيحي في العملية وهو يريد أن يغطي على المطلب يعني المطلب تيار الوطن الحر أو العماد مشي العون هو مطلب المشاركة ويعتبر أنه يعني ماعتبر هو أنه العماد عون هو المشكلة المشكلة ليست في العماد عون اليوم فليقرر تيار المستقبل أنه يقبل بالشراكة المسيحية الإسلامية ويقبل أن يكون مرشح أكبر كتلة مسيحية هو يعني المؤهل كان يكون رئيسة جمهورية هذه ليست فقطت مشكلة التيار المستقبل أيضا عندك هذه المشكلة تلتقي وبتلقاطع بين حزب الله وحركة أمل فيما له علاقة بأن يكون المرشع المفرنجية أو يعني الرئيس بري يعني سعد الحريري من الحكم كان يحاول أن يوفق ولا يدع تيار المستقبل يشعر أن هناك فريق قد استبعده وقد عزله لذلك موقف الرئيس بري هو موقف مبدئي هو رئيس السلطة الاشتراعية ولا يمكن هو أن يظهر أنه رئيس حركة أمل يعني يحاول يفرض رأيه على أي فريق من الأفريقاء وما قاله النائب فتفت أيضا استدعى ردا من كتلة التنمية والتحرير تبقى معنا نعرضه لو سماحت سيد صعب النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي بزي رد على كلام النائب أحمد فتفت معتبرا أنه يغرد خارج سرب تيار المستقبل وفي حديث للميادين قال بزي إن تيار المستقبل شريك دائم على طاولة الحوار التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري سميلا النائب دكتور أحمد فتفت دائما بغرد خارج سرب حتى خارج سرب المستقبل لما حين يزعم أنه دولة الرئيس نبي بري عم ينصف من أسس دستورية وإلغاء دور المؤسسات الدستورية بتبني أو قيام طاولة حوار كان على مستقبل وطنة أو ثنائي فالمستقبل هو شريك على الطاولة كان على مستقبل حوار الوطني وعلى مستقبل الحوار الثنائي فمن يقصدوا بهذا الموضوع لو الأمور ماشي بطريقة منتظمة بلبنان كنا استغنائنا عن سل التفاهمات كنا على مستوى الثنائي أو جماعي أو على طاولة حوار وطني والكلب يعرف أنه لبنان بمعضة نابع كتلة الإصلاح والتغيير في البرلمان اللبناني نبيل إنقولة أكد أن هناك توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع قانون الانتخاب مضيفا أن الطرفا يعرق للانتخابات الرئاسية والنيابية وهو مصر على ذلك يعني بالنسبة لانون الانتخابات كان في تقدم كتير كبير بالنسبة للاتفاق على قانون انتخاب نحن والرئيس بري ولكن هناك فريق نعرف كل ما سوى اليوم اللي عم بعطل أي اتفاق اللي كان بالنسبة لقانون انتخاب أو لانتخاب لرئيس جمهورية نحن بالنسبة لأننا في اتفاق مع الرئيس بري على أساس أن يكون هناك قانون انتخابي على أساس النسبية هلأني طرح قانون آخر على أساس المختلف أي قانون بد يكون موجود يجب أن يمثل جميع اللبنانيين أعود مجددا إليك سيد صعب من جملة هذه الردود الأفعال والتصريحات التي عرضناها إلى أي حد نتحدث فعلا عن وجود فرص لتفاهم لبناني لبناني أما أنه كلمة السر مجددا هي من الخارج ومؤجلة لحسم ملفات صعب الكلام عن إمكانية توافق داخلي في هذه المرحلة وكل ينظر إلى الميدان السوري وأنا أقول أن ما يجري في اليمن يشبه إلى حد كبير مع الأزمة اللبنانية يعني ممنوع في اليمن أن يكون هناك حكم وطني في توافق وطني وشراكة وطنية كذلك حاليا في لبنان ممنوع أن يكون هناك حكم وطني وشراكة وطنية لذلك المعركة اليوم معركة فرض رئيس فرض رئيس للجمهورية من الخارج وليس دخاب رئيس للجمهورية يمثل ما يمثل سواء كان العماد عون أو أي فريق أو أي شخص من فريقه بطيار الوطن الحر أو التكتل لتغيير الإصلاح لأن المشكلة لم تعد مشكلة شخص يعني تيار المستقبل يعني أنا استمعت إلى الدكتور فتفت محور كل حديثه أن العماد عون رجلا ليس مقبولا من تيار المستقبل ولا يمكن تيار المستقبل أن ينتخبه أنا أقول للدكتور فتفت أطلبوا من العماد عون أن يقدم لكم شخصية من تكتل تغيير والإصلاح الذي هو أكبر كتلة برلمانية مسيحية والأكثر تمثيلا للمسيحيين خصوصا بعدما تفاهم مع القوات اللبنانية وبعدين قولوا لنا أنكم أن هذا هؤلاء لا يمثلون وأنكم لا تريدون شراكة مسيحية إسلامية تريدون معركة مستمرة مع حزب الله ومعركة مستمرة بين السعودية وإيران على الأراضي اللبنانية أشكرك سيد إدمون صعب الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا هنا في الستيديو وبهذا نصل إلى ختام المسائية نذكركم بعنوانيها مساعي في حركة فتح لترتيب بيتها الداخلي وتشمل المصالحة مع دحلان فهل من توجه عربي لسياغة موازين جديدة في الساحة الفلسطينية؟ تعوى رئيس البرلمان اللبناني إلى سلة تفاهمات لانتخاب رئيس للبلاد تجدد السجال حول الأولويات فهل من فرص لتفاهم لبناني لبناني؟ دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى متابعة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ولمن يرغب بالمزيد على شاشة الميادين المزيد على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة